اتهم رئيس الحكومة الانتقالية في مالي شوغيل مايغا فرنسا بالوقوف وراء تدريب من وصفهم بالجماعات الإرهابية الناشطة في البلاد وأن حكومته تمتلك أو تملك أدلة على ذلك وقال مايغا في تصريحات لوكالة رايا نوفيستي الروسية إن الإرهابيين الموجودين حاليا في مالي جاءوا إلى البلاد من ليبيا وأن القوات الفرنسية أنشأت جيشا في كيدال شمال مالي وسلمته إلى حركة تشكلت من أنصار الدين أو حركة تسمى أنصار الدين هي في الحقيقة المتعاونة مع تنظيم القاعدة حسب قوله إذن هذا رئيس حكومة مالي يتهم فرنسا اليوم هذا الخبر كان قابل حوالي خمس ساعات فقط وصرح لوكالة أنباء روسية وقال بأن فرنسا في الحقيقة تزعمنا تحارب الإرهاب لكنها تدرب الإرهابيين وذكر جماعة أنصار الدين دارك نقول لكم ما هي هذه جماعة أنصار الدين هذه داخلة فيها العصابات والتوفيق والديراس واحد الخلوطة إذن هذا اتهام خطير جدا طبعا الناس ما زال التدعيات انتعوا ما زال ما خرجتش يعني دارك يبدأ يتحدث عليها الإعلام العالمي وتبدأ الناس وشنو هذا هذا اتهام خطير رئيس حكومة حكومة مالي اللي فرنسا تقول لنا بأنها ذهبت هناك باش تحارب الإرهابيين يتهمها بأنها تدرب جماعات قريبة من الإرهابيين طبعا بعض الناس اللي يسموا هذا الكلام يقول لك هذا مش منطق هذا الكلام صحيح مش منطقي لكن كان أشياء كثيرة جدا في هذا الخبث العالمي في هذا التضليل العالمي اللي هي ماش منطقية ولا تتصورونها لكنها صحيحة ودقيقة أنا مش رح نقول أن هذا الكلام صحيح ولا ولو رح نجيب بعض المعطيات باش نشوفوا ما هي الخلفيات تحت التصريحات وما هي التداعيات تحت التصريحات ودور العصابة عندنا في هذا الموضوع أيضا وأذاف خلينا نشوف وش قال هذا رئيس الحكومة المالية وش يقول وأذاف لا يمكن لحكومته الوصول إلى كيدال حاليا كونها منطقة معزولة تسيطر عليها فرنسا ولديها مجموعات مسلحة هناك دربها ضباط فرنسيون وقال رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية إن على فرنسا تدرك أن القيادة الحالية لمالي مسؤولة عن أمن البلاد ونظرا لعدم رضاها عن تصرفات باريس فستطلب المساعدة من شركاء آخرين هذه هي نقطة أخرى مركزية هي كانت بدأ هذا الموضوع وكنت حدثتكم عليه هنا ربما ثلاث مرات أو أربع مرات في هذه الثلاث أسابيع الأخيرة عندما في حدود 15 سبتمبر الماضي ظهر من أن قوات المرتزقة الروسية المعروفة باسم فاغنر من أنها متواجدة في مالي وقالوا من أنهم سيقومون بتدريب الجيش المالي وبحراسة المسؤولين والشخصيات المالية العسكريين الماليين إلى آخره يعني عسكر مالي جايب مرتزقة روس يحموهم ويدربوهم وأيضا يحاربوا معهم ما يسمونها الإرهاب لماذا؟ لأن بالنسبة للماليين للنسبة لهؤلاء العسكر في مالي يعتقدون أن فرنسا تلعب دوبلوشور تلعب لعبة مزدوجة فهي من جهة تقول أنها تحارب الإرهاب ومن جهة أخرى كما يقول رئيس حكومة مالي اليوم تدرب مجموعات إرهابية وهذه المجموعات معروفة جموعة أنصار الدين معروفة هذا إبراهيم الغالي هذا إذن الموضوع خطير وخطير بالنسبة للمنطقة ككل وبالنسبة لأن لنا كجزائريين لأننا نتكلم على منطقة محاذية للحدود الجزائرية مالي عندها حدود مع الجزائر تقترب من ألف كيلومتر تقترب أو ربما حتى تزيد دعنا نرى إذا كان المساعد يبعث لي خريطة المنطقة بما فيها الجزائر ومالي نفضله باش نشوفها هنا ونتكلم عليها أكثر إذن قلت هذا التصريح خطير للغاية واختجه هذا التصريح جاء في نفس الوقت اللي فيه اجتماع هذا قبل ما نروحوا الاجتماع قبل هذا التصريح كان هذا التصريح وهذا التنابس كانت هذه الكلمات المتبادلة للتهجمات المتبادلة ما بين رئيس وزراء مالي هذا اللي تكلم اليوم كان هذا الكلام قبل حوالي عشرة أيام مع ماكرون خلا نسمعوه شكان قبل أن نحو يصبر كان ماييغا قد شكك بالتزام فرنسا حيال بلاده مستنكرا إعادة تنظيم قوة بارخان انتقادات ماييغا تأتي على خلفية عزم فرنسا إعادة تنظيم انتشار قواتها في منطقة الساحل بما في ذلك مغادرة عدة قواعد شرع الخلاصة أن ماكرون قال أنه مصدور من تصريحات هذا الرئيس الزراء المالي وأنه زاد لهم كلمة أخرى قالوا أن هذه الحكومة غير شرعية أنها حكومة تقريبا قالها يعني لكن بعبارة فرنسية قال راي جاية من دو كوديتا يعني هذه حكومة لقيطة بعبارة أخرى يعني بتفسير فرنسي مباشر لكن هذا الرئيس الزراء المالي قال باللي فرنسا أبانوناتنا خلاتنا عو بلين فول خلاونا وإحنا في السماء لكن التصريح نتع اليوم أخطر بكثير من تصريح هذا التعقب العشرة أيام يبدو أن الروس ربما الأتراك أيضا حرضوا الماليين أكثر فأكثر طبعا المستفيد الأول هو روسيا لكن قبل ما نروح ونشوفه وش راحة استفيد روسيا خلونا نشوفه الوضع في مالي ما هي القوى المتواجدة في منطقة الساحل منطقة الساحل حتى يعرف الناس على أفضل يتحدث إذا جاتني الخريطة نوريها لكم الآن لكن منطقة الساحل عموما هي خمس بلدان خلونا نشوفها من هنا بسرعة ساحل ماب المنطقة الساحل هي هذه البلدان الخمسة اللي راكم تشوفوا فيها الصورة رأي صغيرة شوية الملونة إلا رأيت بلكم هذه هي البلدان الخمسة اللي تسمى منطقة الساحل أي هي السودان وتشاد والنيجر ونيجيريا ومالي وبوركينافاسو وموريطانيا وحتى السينيغال لكن المنطقة اللي تكلم عليها فرنسا نحو منها نخلو فيها تشاد والنيجر ومالي وموريطانيا وبوركينافاسو أي أن ننزع منها السينيغال ونيجيريا والسودان هذا وضع آخر نتكلم عليه فيما بعد خاصة أو نتكلم عليه مرة أخرى خاصة السودان ونيجيريا لأن هذا بشكل البلدان الخمسة المعنية هي هذه اثنين من هذه البلدان ثلاثة من هذه البلدان النيجر كما تشاهدون هنا في الصورة النيجر و مالي و موريطانيا عندهم حدود معتبرة مع الجزائر مع مالي أكثر من 1000 كم مع النيجر حدود1000 كم مع موريطانيا ربما حاولي 300 كم أو 400 كم حسب ما رأيها هنا ربما 300 كم أو 400 يعني لحسب ما نشوف بالقرب أي أننا عندنا حدود تتجاوز 2500 كم مع هذه البلدان الثلاثة هذا هذا وضع صعب عندك 2500 كم تحت حدود مع هذه البلدان الثلاثة التي تسمى منطقة ساحل التي حولها صراع كبير جدا خاصة نيجرومالي موريطاني أيضا لكن خاصة نيجرومالي لماذا؟ لأن هناك ثروات ضخمة الثروات الذهب يعتبر هو أقل شيء يعني فيه ما يسمى بالمعادن النفيسة والمعادن النادرة وأيضا فيها اليورانيوم خاصة في النيجر نصف اليورانيوم اللي تمشي به الطاقة السلمية والعسكرية الفرنسية يأتي من النيجر بمعنى أنه إذا خرجت النيجر من آياد فرنسا اللي مسيطرة عليها عن طريق شركة تسمى أريفا إذا خرجت النيجر منها وداتها مثلا روسيا أو الصين أو الأثنين أو أمريكا أو قد تجد فرنسا نفسها صح تتسخن الحطب ما واش تتسخن الحطب انتع جماعة جماعة قاية صالحة اللي كانوا يقولون تتسخن الحطب وهما فتحينهم الأجواء وديروا في معاهم حتى في المناورات العسكرية مناورات هذي غايس حميده سنويا هذه المناورات راح الصح تسخن الحطب فرنسا لأن الطاقة الأساسية المدنية والعسكرية تأتي من الطاقة النووية والطاقة النووية الجزء الرئيسي أو نصف يأتي من اليورانيوم النجيري اللي بدونه ما كاش طاقة نووية بدون يورانيوم ما فيش طاقة نووية لذلك اليورانيوم هذا يعتبر معدن خطير جدا وغالي جدا ولا تتعامل فيه إلا الدول والدول الكبيرة إلى آخر وفيه رقابة عالمية على موضوع اليورانيوم هذا بالمناسبة الجزائر فيها يورانيوم لكن غير مسموح لها باش تستخرجوا غير مسموح للجزائر لحد الآن باش تستخرج اليورانيوم المتواجد فيها منطقة الساحل هذه وهذه البلدان الخمسة أساسا فيها قوى فيها القوى الفرنسية اللي هي هذه اللي يسموها الآن برخان خمسة لاف وميات عسكري وفيها قوى أوروبية تعرفوا كم بلد أوروبي متواجد في هذه السحارة الخالية اللي انت تقولوا شديهم للسحراء هذون واش يديهم واش يدي البريطان والألمان والتشيك والهنغار والنمسويين واش يديهم لهذه السحارة الخالية بانكا 22 دولة من الاتحاد الأوروبي 22 دولة 22 دولة أوروبية منهم منهم 19 من الاتحاد الأوروبي وثلاثة غير الاتحاد الأوروبي حتى الدول السكندرنابية هذه موجودة فيها عسكر لهم في هذه المنطقة في النيجر وفي مالي وفي بوركينافاس وإلى آخر في الدول الساحل يعني أما أمريكا فطبعا هي اللي عندها الحصة الأكبر أمريكا عندها 800 عسكرين هيك عن عشرات العناصر تع المخابرات تع السياي آي آي وانتعلي مراقبة وانتعلي مشو الساتيلايت وانتعلي أشياء كثيرة جدا يعني لم ندخل في التعقيدات يعني بعض أنواع الرقابة اللي تبعوا بها الساتيلايت باش يعطوهم الصور باش يعطوهم موجودين أيضا هناك فهناك مئات الجنود الأمريكيين في هذه المنطقة الخالية جدا هذه المنطقة هذه من ناحية المناخية لا تقل بؤسا على ما يعرف بالربع الخالي اللي موجود في الجزيرة العربية ولكن يشاء ربك أن هذه المنطقة المناخية الأسوأ تقريبا في العالم فيها ثاروات أنا شخصيا أطلقت عليها أسم الخليج الثاني قبل حوالي عشر سنين عندما كنت أبحث في الموضوع في 2009-2010 وعندي تدخلات فيه ربما حتى مسجلة فيديوهات يعني الخليج الثاني فيه ثاروات هائلة وصراع كبير جدا ما بين الأوروبيين والروس والصين وزادوا الأتراك الأندخلين والهنود إلى آخره إضافة إلى هؤلاء فيه 14 ألف عسكري مما يسمى قوات السلام تابع الأمم المتحدة متواجدين في هذه المنطقة أيضا أي أن هناك في الحقيقة عسكرة عالمية في حدود معينة بطبيعة الحال لهذه المنطقة اللي مع الصحراء الليبية والصحراء الجزائرية عليها عليها منافسة رهيبة منافسة رهيبة جدا لأن الصحراء الجزائرية أيضا فيها ثروات هائلة والليبية ليس فقط المياه والمياه واحدة من القضايا الخطيرة جدا ولكن أيضا اليورانيوم والذهب والمعادل النفيسة لتحتاجها القوى الكبرى هذه في صناعة المواد التكنولوجية هذه الراقية جدا مثل موبايلات وغيرها والرقائق الخاصة إلى آخرها ما هو الحل الآن؟ الحل الآن هو أنه فيه خصومة تكبر ما بين مالي وفرنسا من جهة وفيه تدخل للروس مما أزعج أمريكا وأزعج الأوروبيين الآخرين وفيه أيضا الصينيين الآن يفكروا كيف يدخلوا للمنطقة الصينيين متواجدين كانوا متواجدين في النيجر وحدث انقلاب قبل حوالي 13 سنة وقام بطردهم الفرنسيين طردوهم من النيجر فالصينيين موجودين في حدود ضيقة لكنهم يريدون أن يعودوا بقوة خاصة مع خصومتهم لا يتكبر مع القوى الغربية والولايات المتحدة خاصة حول طايوان طايوان والمناطق المجاورة لكن طايوان في هذه الأيام بل أكركم سمعتوا على التوتر الشديد وعلى قيام طائرات صينية بالتحليق فوق طايوان طايوان هذه هي جزيرة الصين تقول أنها تابعة لها وأهل هذه الجزيرة كانوا يسموها الصين الوطنية يقولوا نعم نحن لا نتبع الدولة الشيوعية وكان صرابيناتهم حرب إلى آخره قبل 1949 يعني صرات هذا الخصوم الكبيرة نعود إلى المنطقة إذن ما هو دور المجموعة خاصة بعد هذه الخصومة التي تفجرت من جهة ماكرون والتي أنا قناعة الراسخة بأن اللي يفجرها هي هذه النقطة هي النقطة أن الفرنسيين اكتشفوا بأن النظام الجزائري بدأ يعني بدأ يسوف بش يرسل أرسل جزء لكنه غير كافي وأنا كنت كلمتكم عليه في هومبيري وأرسل قوات خاصة لكنها غير كافية وبدأ يتردد في إرسال الأعداد اللي كان وعد بها سبب الرئيسي هو فضحه وأننا فضحناه وشعب جزائري يهتم بالقضية اكتشفوا أن داخل الثكنات وداخل الشعب جزائري عموما هناك رفض لموضوع إرسال جنود جزائريين باش يقاتلوا من أجل الفرنسيين ثم اكتشفوا أن الروس وهو اللي بيعنا السلاح أساسا غاضب من هذه القضية وقال لهم هل أنتم بعقولكم أم لا أكثر من ثمانين بالمئة من السلاح هو سلاحناس هو سلاح روسي واتروحوا باش تبعثوا الجيش الجزائري يقاتل من أجل الاستعمار الفرنسي وإحنا أرى عندنا نفوذ هناك نحن نريد أن نتوسع نحن نتواجدين في إفريقيا الوسطى متواجدين في موزنبيق متواجدين في ليبيا متواجدين في أماكن في إفريقيا كثيرة وراهي تكثر مع الأيام وهذه المنطقة المهمة بالنسبة إلينا ولذلك عندما عاد شنغريحة من موسكو تغيرت الموضعيات وعندنا انقسام اليوم داخل جيش الجزائري داخل جنيرات الجيش الجزائري ما بين اللي يريد أن يوفي للفرنسيين بما وعدهم وهو إرسال الجيش باش فرنسا تقدر تسحب جيشها وباش الجزائر تقوم بدور الحركي دور الدركي بعبارة مؤدبة لكن دور الحركي بعبارة حقيقية وفرنسا ما يموتوش ولادها فرنسا لحد الآن فقدت ما يقارب من ستين عسكري وهذا بالنسبة إليها مزعج جدا إذا كانت أمريكا وما أدراك وفرط من أفغانستان بالطريقة اللي شفناها فكيف لفرنسا إذن في أوحال أو في أوضاع مشابهة الضغط الروسي إضافة إلى الضغط الشعبي إضافة إلى فضحهم خلى الانقسام اليوم داخل الجنرالات الجزائريين ما بين الموالي لدور روسي في مالي والموالي لدور فرنسي أمريكي في مالي في الحقيقة هذا مؤلم لماذا؟ لأن كبار جنرالات الجزائر منقسمين في العمالة ما بين جناح للروس وجناح للغرب فرنسا أساساً ولكن الغرب عموماً قناعتي أن محمد قايدي يقود الجناح العميل للغرب أما جناح الروسي فقناعتي أنه يقود شنغريحة هذا لا يعني أن شنغريحة عنده خصومة مع فرنسا لا كل الجنرالات يخضعون لفرنسا وعندهم مصالح هناك وعندهم أولادهم ويرحوا هما هناك ولا يستطيعون هنا شفنا الرد البسيط والضعيف في موضوع المغرب بنوا كذبة كبرى على أن المغرب عاون رشاد والماك قاموا بالحراق في منطقة القبيل وبالتالي نقطع معهم العلاقات وبعد خطأ العلاقات نغلقوا الأجواء على الطائرات المغربية المدنية والعسكرية وحتى لحاملة متركي المغربي فجور حتى لو كان كان خصومة وخلاف هذا يسمونه فجور في الخصومة في حين أن فرنسا اللي ألغت الجزائر من الوجود فقط نغلقوا ومؤقتا أنا على يقين على الطائرات اللي تقصف في مالي مش على الطائرات العسكرية كلها وأيضا فقط نستدعو السفير ما هوش نطردو السفير الفرنسي لا السفير الفرنسي نسمحوه ليروح العنابة والعاصمة ويتصرفوا كأننا مع جمهورية موز ها هو اللي يخليك أحيانا تقول أنا أمام عملاء ما راناش أمام جنرالات كان اختلفنا معهم دكتاتوريين والله دمويين كانوا يقتلوا في تسعينات هذا كله يهون مقابل مع الخيانة والعمالة أي أننا اليوم أمام جنرالات في السجون جنرالات هاري بون جنرالات في القبور وجنرالات القسم وما بين العمالة لروسيا أو العمالة للغرب وخاصة فرنسا مع في النهاية مصالحهم كلها أو عندهم أماكن في فرنسا لكن تبقى قضية أنه لو كان الآن الروس داخلين بهذا فاغنر وها هم الماليين يقولونها صراحة اليوم من أنهم سيستعينون وبالمناسبة وصلت قوات إضافية لفاغنر ووصلت طائرات هليكوبتر ووصلت أسلحة روسية إلى مالي أي أن فرنسا بعد كل ما دارت وهي تقول راي تحارف الإرهاب وما تقولها بالنسبة لماكرون هذه كارثة في سنة الانتخابات هذه كارثة كبرى راحيني راح زمور وبنت السفاح وكل منافسية من اليسار أو اليمين المتطرف أو حتى اليمين إذا القوا مرشح كلهم راح نشعلوا فيه النار يقولون له ماتوا أبنائنا اخسرنا ملايير اليوروات قلتونا بأنكم تحاربوا في الإرهاب الآن راكم متهامين بدعم الإرهاب والأخطر من ذلك أن الروس دوننا المكان وليوم الدون ما لي وقدوا يدون نيجر وليه دون نيجر وليه سحن السخن على الحطب أو نكات هذه هي الآخر التطورات هناك راح نرجع لها بطاعة الحال باش نمشي إلى مواضع أخرى لكن قبل ما نخرج من الملف الفرنسي خلينا نشوفه وش يقول جدد الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون رفضه تقديم الاعتذار عن التاريخ الاستعماري لفرنسا في إفريقيا معربا عن رغبته في إقامة نموذ الجديد للعلاقات مع القارة السمراء في ظل توطرات تعيشها باريس مع عدد من الدول الإفريقية واعتبر ماكرون في لقاء مفتوح هذا اللي تكلمتكم عليه تعامل مونبولي وربما راكم تشوفوا اليوم عليه مقاطع في التلفزيونات أو في الانترنت مع شباب من القارة الإفريقية في قمة فرنسا إفريقيا التي تنعقد في مونبولي أن الاعتذار لن يحل المشكلة وأنه مجرد طريقة للتخلص من ذلك التاريخ والمروء إلى أمر آخر لكنه أكد في المقابل أهمية الاعتراف الذي يقود إلى الحقيقة عبر عمل المؤرخين ما نعترفوش ما نعتذروش لكن نعترفو باللي كان كاين استعمار في فرنسا والمؤرخين يجيوا يقولونا مؤرخين يجيوا يقولونا واش كان كاين هناك وقالهم احنا ماناش معنيين أنتم شباب وانا شاب وانتم شباب وحنا ماناش معنيين بالاستعمار لا أنت معني بالاستعمار لا الشباب للأفارقة اللي موجودين هناك موش معنيين يا ماكروم الاستعمار لكن انت معني لأنك انت تمثل الدولة الفرنسية وهذه حاجة يسموها استمرارية الدولة كنت تقول أنا موش معني هل أنت مستعد أن تدين تصرفات الذين سبقوك رك تقول لا لن أفعل مش فقط لن تفعل تصرفات ساركوزي مثلا أو هولاند أو شيراك أو جزكار أو ديغول لا لا رك على الاستعمار اللي كما وصفته اليوم واحدة من الأفارقة اللي كانت موجودة هناك اسمعوا لي حد التعليق اللي قالت له وقالت فنانة إفريقية خلال القمة إن إفريقيا متزوجة بفرنسا زواجا قصريا منذ أكثر من خمسمائة عام أم مارياج فورسي إفريقي راهي ماري على فرنس في مارياج فورسي من وقته منذ خمس قرون لأنه بالفعل لأنه قبل الاستعمار كانت تجارة العبيد وفرنسا لعب الدور رهيب جدا في تجارة ما عرفه بتجارة العبيد أي في سرقة الأفارقة من أوطانهم من مدنهم من دشرهم من بلداتهم وحملهم في بواخر وبيعهم في أوروبا ثم في أمريكا هذا الأخواننا الملونين اللي موجودين في أمريكا منين هما؟ أو اللي موجودين في هايتي أو اللي موجودين في جامايكا وهو أفارقة أين يوجد إنسان أصمر؟ هو إفريقي في أي مكان العالم أصله إفريقي طبعا الجزر اللي هي قريبة من أمريكا وجزر الكرايب تقريبا سكانها تقريبا جزء كبير منهم وفارقة وبعضهم قاموا بثورات حتى وأنشأوا دول من قام بذلك؟ قاموا به تجارة الأوروبيين أساسا خاصة إسبانيا، البرتغال، بريطانيا وفرنسا هناك أيضا حتى نكون أيضا دائما عادلين في التاريخ هناك أيضا بعض سكان الشمال الإفريقي عرب وأمازيخي قاموا أيضا بنوع من التجارة لكن في الغالب هؤلاء كانوا يبقوا في إفريقيا بمعنى أن اللي جاءوا إخواننا الصمر بعض إخواننا اللي جاءوا وتواجدوا مثلا في تام الراست أو حولها أو بقاوا هناك بالرغم أن في البداية بعضهم كان جاء ظلما وأدوانا كانوا جابوهم كعبيد لكن التجارة الكبرى للعبيد وهناك كتابات رهيبة جدا في هذا المجال بالمناسبة لأن جاءت موجة في سنوات ماضية في الغرب كان هذا موضوع عالمي وفيه آلاف الكتابات فيه عشرة آلاف من الشهادات فيه صور فيه يعني هذا موضوع لكم نجي أحدثكم عليه ممكن نبقوا أيام ونحن تحدثوا فيه المهم ماكرون إذن يقول اليوم أنه لن يعتقل من جهة يقول بأنه هو شاب صغير مثل الشباب اللي حاضر في مونبولي لأن هذا المرة مدعاش زعماء فرنسا وقال لهم إحنا منش معنيين بهذه هذه قضية أجدادنا لا عندما تكون رئيس دولة فأنت معني وعندما تكون رئيس دولة فإلا إذا قمت بالتنديد بمن سبقوك هذاك حاجة أخ انترك ترفض الآن تقول لن نعتذر يهود تعتذر لهم آخرين اعتذرتونهم لكن الأفارقة لا تعتذروا لهم لأنكم تنظرون لهم دائما نظرة دونية نظرة استعمارية نظرة احتقارية وبعد يقول لك منين جاوا منين جاوا لزراب منين جاوا لنوار منين جاوا لأنتم احتليتوا هذه البلدان وديتوا أباءهم في الغالب وأجدادهم باش يكونوا عندكم عبيد أو باش يكونوا خدامين في الباتيمون أو باش يكونوا كالناسين أو باش يكونوا كل الأعمال وكل اللي كان الفرنسي أو الأبيض ما يقومش بيها الجزء الأكبر يعني هذي اللي يسموهم الحراقة والغير الشرعية هذا جزء صغير جدا الجزء الأكبر من الأجانب المتواجدين في أوروبا خاصة في فرنسا لأنها هي اللي فيها الجانب أكثر من أصول أجنبية ذهبوا ضد رغبتهم سواء كجزائريين أو مغاربة أو توانسة أو كأفارقة ذهبوا ضد رغبتهم وكأين وانديتهم تحنتهم في الحروب هناك عشرات الآلاف من الجزائريين والمغاربة والتوانسة اللي قاتلوا مع فرنسا في الحرب في حروب كثيرة خاصة في الحروب مع ألمانيا الثلاثة حرب بروسيا في 1870 و 1871 فرنسا وألمانيا اللي كانت تسمى بروسيا والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهناك مقابر بلا حدود يسمى المقابر المقاتلي المسلمين يعني كان لازم يديرهم مقابرهم خاصة باعتبارهم مسلمين إذن في الحقيقة عندما يخرج لنا اليمين المتطرف اليوم وينزعج من وجود العرب ووجود طبعا هم حتى القبائل حتى كلهم عرب نحن أقع عرب بالنسبة لي ما يفرقوش كيقعدوا يسبو فينا يسمون أقع لزرعب ولا لنوار هذا أنتم تسببين فيه وزدتوا تسببت وأنا قدرت لهم يعني قدرت نحلتوا لهم الثقافة ديكيلتيري دراسيني ويبدأ نسير من بعد يخرج لك كاي اللي يخرجوا لك وكاي اللي يخرجوا غضبين وكاي اللي يخرجوا أنا لا أبرر تصرفات سيئة أنت عباها بني قومنا لكن أفسر ولو على أجالة كما قل إذن ماكرون يصر على عدم الاعتذار طبيعة الحال لن يفعلها خاصة في سنة أنت عن انتخابات وعموما هو لديه خاصة تصريحاته الأخيرة هذه الآن لشناه على مالي وعلى النيجر تصريحات هو عنصري مثل العنصرين الآخرين هو فقط عنده ابتسامة أو حديث أو طريقة في الحديث أقل بشاعة من بنت السفاح أو من زمور أو من أشكال العنصرين فقط هذه الحقائق ترجمة نانسي قنقر